اشتركوا في القناة تساعدنا كيف نبالش رسمة جديدة هوا متل ما شايفين انا عملت الخلفية او ال background بطريقة هيك بسيطة بس دهنت لون ازرع وعملت شوية غيوم هنرجع نشوف بعدين كيف نرجع بنعمل ال highlight او هيك نظهر الغيوم بطريقة حلوة وكيف نرسمها بشكل سريع طبعا لما بدنا نرسم الجبال متل ما شفناها بالصورة اذا كان في عنا اكتر من جبل بدنا ناخد بعين الاعتبار الابعاد يعني الجبل القريب بد يكون حجمه اكبر اللي الخلفي بقى اصغر شوي اللي بالخلفي بقى اصغر شوي فانا هلا حابتدي من الجبال اللي هي فيها بعد اكبر شوي ودايما لما بيكون الجبل بعيد بيكون الملامح تعيته او التفاصيل تعيته مش واضحة فما بيكون مبين بتفاصيل الاكتر وبيكون لونه المفروض انه افتح شوي من الالوان اللي لازم تكون قريبة للنظر فانتا وعم تطلع على الجبل اذا في عدة جبال بتلاقي الجبل الاول واضح بتفاصيله اكتر من الجبال اللي هي ابعاده وهذا اللي حنحاول نعمله اليوم انه حنرسم الجبال بطريقة سهلة بسيطة وبرجع بكرر انه احنا من خلال هالفيديوهات عم نحاول نعلم الاطفال كيف يبلشوا يشتغلوا بالرسم بالريشة ان كان بالاكريليك او ان كان بالرسم الزيدي او الناس اللي هي حتى لو مش صغار مش اطفال بس هم مبتدئين بداية عم بحاولوا يتعرفوا كيف ممكن يرسموا او كيف ممكن ينموا الموهبة تبعيتهم احنا هلا عم نعمل متل هايلايت بس لنعلم كيف وين البوزيشن او الموقع تبع الجبال بالصورة بس نحدد وين الاماكن وبعدها بنرجع بنعمل هايلايت ان كان الضوو اللي جاي على الجبل من ايا ناحية ان كان شمال او يمين هلا بنشوف نحنا بالرسمة وين بنحط الضوو رسمنا هلا ثلاثة جبال صغار هيك من ومن الخلف هلا حنرسم جبل اقرب شوي فبالتالي يزم يكون حجمه اكبر ويكون قريب باية مصورة قريب اكتر بالبداية انتو عم تحددوا للجبال بل شو بالالوان الفاتحة من غمي موسيقى موسيقى متل ما شفنا نحنا هلا عم نحاول نعلم الجبال بطريقة اقرب اقرب موسيقى 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 وفوت على الأشياء اللي هي معقدة شوية أنا بهمني الناس اللي هنة ما بيعرفوا يرسموا ما بيعرفوا شي عن الرسم يقووا قلبهم ويبلشوا يكمشوا الريشة ويحطوا الألوان ويبلشوا يشتغلوا من دون ما يفكروا نحن نحن نحاول نعمل نعيكس الضو مثل ما شفنا عم علم تعليم كيف ممكن الضو هلأ ممكن نحن نرسم الجانب الغامق بالأول اللي هو الدارك أو ممكن نرسم الجانب الفاتح هلأ منرجع هلأ هنعمل الغامق ومنرجع بعد شوية بنعمل بالفاتح يعني ما نبلش نحط الأماكن اللي هي ما فيها شمس بالأول أو العكس فينا نبلش نحط الضو بالأول هلأ حنعمل الأماكن اللي مش جاية عليها الضو إذا لاحظتوا هلأ أنتو ودايما بقلكون ارجعوا شوي لورا أنتو عم ترسموا ووقفوا ولو ثلاث ثواني ارجعوا شوي لورا شوف الرسمة كيف طالعة هلأ إذا بترجع بتحس أنه في جنب من الجبل أفتح من الجنب الثاني وهيدا بيدل أنه من هالجنب فيه إضاءة والجنب الخلفي ما في بقلبه إضاءة هلأ مثل ما شايفين عم نحط اللايتز اللي هو بيعكس الضو الضو عنا اعتبر أنه هو جاي من ميلة اليسار فمنمشي بكل الجبال نحط نفس اللايتز على الجنب اليسار هلأ هيدول عم نحط بطريقة هيك مثل ما شايفين يعني إحنا ما بدنا نركز على التفاصيل إنه هون نقطة وهون شحطة وهون كذا لا اشتغل بطريقة عشوائية يعني قرب الضو خلي لريشة تتحرك كيف ما بدها ورجع انت شوي لورا شوف كيف المنظر ورجع عرب وزبط وغير حسات اللون مش مش فاتح أكتر فتحوا أكتر حسات اللون بدوا تغميق غمقوا أكتر في منكم ممكن ينقلوا منصورة يمكن يعملوا نفس الرسمة اللي أنا عاملها هي تجربة مثل ما قلت قبل هلأ بالفيديوهات اللي قبل أنه أنت ممكن ترسم رسمي هلأ ولما تعيدها مرة واثنين وثلاثة بتحس أنه أنت كل مرة عم تتحسن فيها على المرة اللي قبلها هو التكرار والاستمرارية أنت بتدرب عضلات إيدك على أن تتحرك بطريقة أحسن حتى استعمالك لأنواع الرياش اللي موجود كل ما أنت بتستعمل الريشة كل ما بتعرف كيف ممكن تتحرك معك الريشة أكتر وبطريقة أحلى وبطريقة أحسن إذا لاحظتوا هون أنا عم زيد اللون الغامق على الجنب اللي ما في ضولة الجبال كرمال يحاول يعطينا شكل أحلى ويكون واضح بشكل أكبر هلا حون عم نحاول نستعمل لون الأبيض لحتى نظهر الضوء اللي هو عجنب الجبل الثاني اللي هو جاي عليه الضوء أنا اليوم ما ركزت على خلط الألوان لأنه عم بستعمل الألوان بسيطة ما كتير مخلوطة ببعضها استعملت الأكريليك مع المي يعني متل والله حاستو استعملنا لون الغامق ممكن تستعمل لون البني مع الأسود للجبال اللي بعيدة شوية لحتى تخفيض تفاصيل الأبيض ممكن تخلطوا مع شوية بني اللي يكون اللونه بني فاتح حتى تحط اللايتست على جبل البني اللي من الخلف هون استعملنا اللون الأزرق ما تخلو كل الأماكن فاتحة مكان اللي فيه الضوء خلو يكون فيه شوية محلات غامقة لا تعطي التكتشيرز المزبوطة لشكل الجبل بعدوا عن الصورة شوية شوفوها كيف ممكن تكون شكرا 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 وحلق متل ما شايفين عم نحاول نغمئ اللون اللي هو ما في ضوء اللون الظل هذا بيعطي واقعية أكتر للصورة ومتل ما عملنا بالجنب الأبيض حاولوا تخلو مش كلوا لون واحد المكان اللي عم تحطو فيه لون أسود أو غامق أو أخضر غامق ما تخلو لون نفس اللون على طول يعني حاولوا غيروا يعني خلو شوية فيه مسافات فاتحة مسافات غامقة حطوا لون بني زيادة حطوا لون أغمق شوية يعني هذا بساعد الصورة أن أطلع واقعية بشكل أكبر هون بدنا نرجع نحط لون أفتح عشان نبين انعكاس الشمس أو انعكاس الضو يكون شكله أوضح وأحلى متل ما شايفين هلأ عم نحط اللون عم نضيف اللون والأبيض لحتى يعطي واقعية للصورة أكتر وبصير بيكشف اللون وبيكشف الضو بطريقة أحلى سواء استعمرنا أكتر من اللون صار في عندنا اللون الأزرع الفاتح بعدين غمقناه شوية بعدين أرجعنا حطينا اللون الأبيض فوق لأي يعطينا لون التلج أو لون انعكاس الضو بطريقة حلوية هون حنا عملنا نفس الشي على الجبل الثاني نورجي الضو كيف بيعكس وبيبين بشكل أوضح وبيعطي جمالية ممكن يكون الضو ممكن يكون الضو ممكن يكون التلج حسب الجبل اللي دعمت الرسموه إذا كان يمكن لون أخضر بنعمله لون فاتح بنرجع بنحط اللون الأبيض مكسور بشوي لون أخضر يكون فاتح كتير عشان يعطي إنكاس الضو هون رجعنا كمان مثل ما قلتلكون ما تعملوا كله أبيض هيك كل لام أبيض لأ خلينا نكون في مساحات بين التكستر أو الإشياء اللي موجودة بالجبل طبعاً ما تطلع بالجبل ما بتلاقي كل يطو أبيض هيك ضربة واحدة لأكيد بيكون في محلات في جوار في محلات فيها الطريق في محلات فيها كذا فهيدول التكستر لازم يكونوا مبينين بطريقة فبطريقة شوائية مش بالضرورة تفاصيل فتحوهم ما تخلوهم كتير غامئين مثل ما هلا عم شوفوا عم نرجع مفتح هون هذا بيخلي الصورة يطلع شكل واقع أكتر وبرجع بعيد وبكرر وقف شوي وارجع لورا لما ترجع لورا رح تشوف التفاصيل هايدي بشكل أحلى وبشكل أوضح ترجمة نانسي قنقر حون حنرجع نحدد شوي هايك معانه اليوم مش على الغيوم بس بش نكمل الصورة بطريقة هايك مقبولة حلوة حرك إيدك أنت عم تعمل الغيمة بطريقة عشوائية حاول تاخد شكل الغيمة أنت عم تشتغل فيها خلي اللون الأبيض اللي هو كتير واضح من فوق على راس الغيمة ودايما نخود الاتجاه اللي هو فيه إنعكاس الضو متل ما اتفقق عملنا جبال على الضو على اليسار فالغيمة بدنا نستعمل نفس الشي ونرجع منفتح شوي شوي من قلب الغيمة اللي تنزل لتحت هذا اللي بيخلينا يحس بالظل اللي موجود بالغيمة بالنهاية أنا حابب أشكر الجميع لمتابعتهم ومتل ما تعودنا أي حدا عنده ملاحظة أي حدا عنده سؤال فيكن ترسلوني عبر الفيسبوك أو عبر اليوتيوب بأي وقت بدكني وانا ان شاء الله برد عليكم بأسرع وقت بتمنى اليوم تكونوا استفدتم من هيدا الفيديو وبتمنى دلكم عم تتابعوني على طول عملوا سابسكرايب لايك وعملوا شير للفيديوز لتخلوا الناس اللي بتحب تتعلم الرأس إن كانوا أطفال أو مبتدئين يكونوا موجودين معنا بالشانل أشكركم مرة تانية وإلكون تانكيو بري ماتش انظرونا الفيديو اللي شاي باي باي اشتركوا في القناة